أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها هجمات عبر أسلحة عالية الدقة على البنية التحتية الصناعية العسكرية لأوكرانيا المسؤولة عن تصنيع مسيرات هجومية في 31 ديسمبر بحسب وزارة الدفاع فإن الهجمات عرقلت إنتاج المسيرات الهجومية ودمرت مواقع إطلاق عهر وبذلك تكون روسيا نفدت 31 هجمة صاروخية و 12 ضربة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال 24 ساعة شكرا للمعنية المسيرات الهجومية في عملية تراريستيجات تراريستيجات против الروسيسية في غضون ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 45 طائرة مسيرة روسية في عدة مدن أوكرانية ذكرت السلطات الأوكرانية أن الهجوم تم بطائرات مسيرة إيرانية من ترازي الشاهد فيما لم تذكر السلطات الأوكرانية ما إذا أصابت بعض المسيرات أهدافها تأتي الهجمات مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الحادي عشر ورغم النفي الإيراني والروسي إلا أن العديد من التقارير الميدانية أثبتت لجوء القوات الروسية إلى بعض المسيرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية فماذا نعرف عن هذه المسيرات الانتحارية وفقا لشهادات متطابقة بين الجيش الأمريكي ومسؤولين أوكران تحدثوا لشبكة CNN تستخدم روسيا طائرات إيرانية من دون طيار تلقب بيكا ميكازي وهي من طراز شاهد 136 رغم صغر حجمها نسبيا إلا أن هذا النوع من الطائرات قادر على حمل رأس حربي يبلغ وزنه حوالي 80 رطلا ويمكن إطلاقه من شاحنة يصل وزن هذه الطائرة إلى نحو 200 كيلو جراما أما طولها فلا يتعد ثلاثة أمتار ونصف المتر صممات شاهد 136 على الاستخدام لمرة واحدة فقط ويمكنها التحليق بسرعة تتجاوز 185 كيلو مترا في الساعة تستطيع هذه المسيرة الانطلاق بسهولة من مسافات بعيدة حيث يبلغ مدها 1500 ميل لكنها تطير على ارتفاع منخفض ما يضيف صعوبة لرصدها يتجه هذا النوع من الطائرات دون طيار نحو الهدف وينفجر عند الاستضام حتى يحدث أضرارا بالغة في البنية التحتية وذلك لانخفاض دقة إصابته وفقا لرئيس الأوكراني طلبت روسيا قرابة 2400 طائرة من دون طيار من هذا النوع من إيران فيما يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن موسكو تقوم بتدريب قواتها على كيفية استخدامها قبل إعادة تسميتها بمسميات بعيدة عن نظيرتها الإيرانية ترجمة نانسي قنقر